من جديد أصبحت وزارة الداخلية المصرية في قلب جدل كبير السبب هذه المرة هو تحقيق لصحيفة المصر اليوم حمل عنوان الشرطة شهداء وخطايا ثقوب في البدل الميري المدافعون عن التحقيق وصفوه بجرس إنذار لوزارة الداخلية حتى تعمل تحت مضلة القانون في خدمة الشعب بيان للوزارة في المقابل هدد بإجراءات قانونية ضد الصحيفة وبيان مقابل من نقابة صحفيين للتضامن مع المصر اليوم لماذا خرج هذا الملف الذي يحمل انتقادات شديدة للداخلية من الصحافة الآن كيف يطرح في صحيفة ارتبطت بعلاقة جيدة بالنظام المصري عقب عزل مرسي وأين تقف بقية الصحف من أزمة ساخنة كهذه ملف خاص أعده مجموعة من صحفي جريدة المصر اليوم حول تجاوزات منسوبة لرجال الشرطة تسبب في اندلاع أزمة بين الجريدة ووزارة الداخلية الجريدة نشرت ما يشبه الحصر بالقضايا والتحقيقات المتهم فيها رجال شرطة بارتكاب جرائم تعذيب وسرقة وقتل وفساد وكلها قضايا معلن عنها سابقا وانتضمنت بعض التفاصيل الجديدة نؤكد على أن الملف ليس كادي الملف ليس شخصي هو ما حدث أن وزارة الداخلية بعض أفرادها تريد العودة بمصر إلى ما قبل 25 يناير وهو ما نطلق بشأن جرس انذار الآن نجد أن هناك انتهكات عديدة تمارس بشأن المواطن المصري كرامة المواطن المصري وحريته وتطبيق العدل عليه وما يهم المصر اليوم التوقيت مرتبط بتكرار تلك الظواهر وزارة الداخلية سارعت بالتحفظ على الاتهامات ووصفت ما قامت به الجريدة بأنه غير مهني وشككت في دوافع القائمين عليه وعزتها إلى اتهام سابق من الوزارة لرئيس تحرير الجريدة السابق والقائم على الملف بنشر أخبار كاذبة كما أكدت أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد الجريدة نقابة الصحفيين من جانبها دخلت على الخط بعد أن وصلها طلب من نيابة أمن الدولة العليا لاختار خمسة من صحفي جريدة المصر اليوم المسؤولين عن الملف للتحقيق معهم في بلاغ تقدمت به وزارة الداخلية بأن الداخلية بيوحي للرأي العام أن ما نشر في جريدة المصر اليوم هو نشر كيدي وأنا من وجهة نظري أن هذا كلام غير مقبول بالمرة كان يجب على الداخلية أن ترد بوقائع يعني وزارة الداخلية بتقول أن ما نشر غير مهني يعني أنا مش عارف هي وزارة الداخلية هي اللي بتقيم العمل المهني دلوقتي لا طبعا الجهة الوحيدة التي لا حق تقييم العمل المهني من عدمه هي نقابة الصحفيين السجال الدائر بقوة الآن على صفحات الجرائد وفي ساحات القضاء حول تجاوزات الشرطة وردود فعل وزارة الداخلية هو مؤشر واضح على أن تحقيق التوازن في العلاقة بين الأمن والحريات الذي داع إليه رئيس البلاد غير مرة يمر عبر طريق وعرة وطويلة وهي على ما يبدو غير سالكة أيضا أحمد الكلاني بي بي سي القاهرة ينضم إلينا من القاهرة الأساد أحمد باشا نائب رئيس تحريج جريدة روزا ليوسف أساد أحمد أهلا وسهلا ومن القاهرة أيضا الأساد أبو سعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين أهلا وسهلا بكما ونتوقع وننتظر أن ينضم إلينا اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية نحن في انتظاره على آية حال بداية هي من الأساد أبو سعود محمد أساد أبو سعود في بيان نقابة صحفيين اليوم للرد على اتهام الداخلية أو مهاجمة الداخلية للمصر اليوم وسندكر حيثيات هذا الاتهام في دباجة طويلة تقول النقابة أنها تقدر الدور الذي تمارس وزارة الداخلية إلى آخره لكنها ترفض كل المحاولات لترهيب الزملاء سواء الواردة في بيان الوزارة أو في تجاوز النيابة العامة برضو إلى آخره ما القضية؟ لماذا دائما هذه المواجهة بين الداخلية والصحافة؟ لماذا الآن؟ الحقيقة أن المواجهة دائما موجودة من الصحف والمؤسسات الموجودة في الدولة هي مواجهة لصالح الرأي العام والمجتمع وليست مواجهة شخصية أو ضد أحد الحقيقة العمل الصحفي يقتضي كشف التجاوزات وكشف الأخطاء لتصحيح الصواب لدى الجهات المسؤولة عن بعض الأفراد التي تقوم بهذا التجاوز الحقيقة أن وزارة الداخلية اعتبرت أن هذا الأمر شخصي وهذا لا يمتل الحقيقة بأي صلة اعتبرته فرية اعتبرت الموضوع كايدي خلينا نسمي الأشياء بأسمائها وبالتالي البيان من جانب الداخلية للمصر اليوم بيان شديد اللهجة بيان نقبة صحفيين بيان أشد اللهجة وهذا هو سؤال ما الذي يحمله البيان في طياطة لوزارة الداخلية؟ الحقيقة أنه خلال أيام الماضية أو اليومين الماضيين تحديدا فيه اتجاه لدى وزارة الداخلية باعتبار كل ما ينشر في الصحف أنه هو هجمة ضد وزارة الداخلية وهيبة الدولة والسلم العام وتكدير السلم العام وهي عبارات مطاطة يردون من خلالها تقويض العمل الصحفي وحقية الصحفيين في نشر التجاوزات سواء من جانب رجال الشرطة أو بعض رجال الشرطة أو أي مؤسسة موجودة في الدولة ودعمه ليكفله القانون والدستور الحقيقة بالأمس كان هناك تحقيق في النيابة العامة مع رئيس تحرير جريز الدستور لأنه كان نشر ملف بتجاوزات بعض رجال الشرطة ووجهت وزارة الداخلية اتهامات لدى الجريدة بتكدير السلم العام وإلى آخره أنا الحقيقة كنت حاضر مع الزملاء في جريز الدستور وجدت أن مقدمي البلاغ يتجاوز سلاس أشخاص من وزارة الداخلية بما فيه موزير الداخلية نفسه بالإضافة إلى أن العديد من الاتهامات التي موجهة للجريدة وهو ما حدث اليوم مع صحيفة المصر اليوم أنا أشكرك على السرد بس أنا كنت أريد استطلاع الموقف رسميا وباختصار خليني حضرتك أتحول إذا سمحت لي إلى الأستاذ أحمد باشا أستاذ أحمد هل تتفقون مع رؤية النقابة ومع البيان الصادر الذي هو شديد اللهجة أسر خاصة وأنه النقابة أبدأت تخوف من توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلغات ضد الصحافة والصحفيين هل هناك خلط بين عمل الجهاز التنفيذي وجهة الرقابة عليه التي هي سلطة رابعة التي هي الصحافة في مصر حقيقة الأمر أننا دلوقتي أمام حملة ممنهجة بتشهدها وسائل الإعلام المصرية وخصوصا الخاصة ضد مؤسسات الدولة في أكمالها وبالأخص وزارة الداخلية ما أقدرش أستبعد عن اللي حصل سابقا في جريدة الدستور والمصر اليوم إلا أنها قدر سميها بالتوصيف الأدق أنها تصفيت حسابات بين إدارة الجريدتين مع وزارة الداخلية وهي لها أبعاد شخصية لأن هم أجي أبص على الحملة والملف الذي نشره في جريدة المصر اليوم لم أجد فيها أي جديد وكل هذه القضايا هي ماثلة أمام النيابة العامة وتحقق فيها النيابة العامة والنائب العام وكلها مصار تحقيق ولم تتأخر وزارة الداخلية في تقديم المتهمين من رجال الشرطة للمسؤل أمام النيابة العامة في أي تجاوزات حصلت وأتصور كمان أن ربما تكون وزارة الداخلية تتوجهت إلى القضاء لأن نقابة الصحفيين لم تقم بدورها أيضا الواجب عليها في معاقبة الصحفيين لم يكن كل الصحفيين ملائكة أنا صحفي وأعلم أن هناك تجاوزات في العمل الصحفي وفي أداء النقابة نفسها النقابة تتخذ المواقف حسب أجندة خاصة وتخص أعضاء مجلس النقابة كثير من الصحفيين تعرضوا لعمليات تعصف شديد وتهديدات بالقتل وأيام جماعة الإخوان وحازمون ولم نجد النقابة تقف في ظهر أي صحفي الأمر يتعلق بعدة مصالح وأجندات متشابكة بس هذا أمر وإن كان متصل لأستاذ أحمد مختلف عن الطرح الرئيس أنه هل هناك تجاوزات رصدتها المصري اليوم أو رصدتها جريدة الدستور أو غيرها ولا لا بصرف النظر عن التزامن الذي سأعود فيه بعد قليل هذه التجاوزات بس اسمحي حضرتك أكمل سؤالي إذا سمحت لأنه هناك تصريحات لرئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم مثلا رئيس القسم رئيس قسم الحوادث يقول إنه مونع من دخول وزارة الداخلية وبالتالي هل اللغة مفقودة في أدبيات عمل الصحفي ما هو المتاح له وما هو غير المتاح تفضل أولا الزميل الصحفي رئيس قسم الحوادث في المصري اليوم هو زميل عزيز وأنا أعتز بزمالته لكنه سبق له أن نشر أخبار كاذبة ومغلوطة تخص الأمن القومي وادعى في خبر كذوب أن المسؤول عن عملية تفجير أحد مديرات الأمن أنه كان مرشدا للأمن الوطني وتم تجزيب هذا الخبر وتلب منه تجزيب الخبر لكنه لم يفعل هذا الأمر وحولت القضية برمتها إلى نيابة أمن الدولة وهي الآن مطار التحقيق هذا الأمر كما هناك حريات لابد أن يكونها كمسؤولية وعلى نقابة الصحفيين أن تكون بدورها أيضا في تدقيق ومحاسبة الصحفيين لأن هذا القلم الذي نكتب به هو قلم من رصاص قد يصيب ويمس الأمن القومي بشكل أو بآخر وهناك الكثير من عميات الابتزاز وتشهير نعم نحن لازلنا في انتظار اللواء هاني عبداللطيف نعاود الاتصال به مرارا وعدنا أن يكون معنا على أي حال بانتظاره مرة أخرى عودة إلى الأستاذ أبو السعود محمد أستاذ أبو السعود بيانة داخلية ضد المصر اليوم جاء بعد أولا حملة المصر اليوم التي انتشرت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وتصاعد فيها التلاسم بينها وبين الوزارة وثانيا جريدة الدستور التي أفردت لأكثر من أسبوع ملفات عن انتهاكات ما تقول إنه انتهاكات للضباط الشرطة بالتالي هل التكرار مصادفة خاصة وإن المصري اليوم في الفترة الأخيرة وجهت إليها انتقادات بأنها لم تعود على مستوى تمثيل الخط أو الصف المعارض كما كان عليه الوضع في السابق هل هذه صدفة؟ الحقيقة أنا بس عاوز أرد على الزميل اللي بيقول أنه نقابة الصحفيين لم تقوم بالدور المناسب وقوله أنه وزارة الداخلية هي الأخرى كان لابد عليها أن ترسل الإختارا لنقابة الصحفيين وتطلب التحقيق مع الزملاء ثم تنتظر ماذا ستفعل نقابة الصحفيين وبعد ذلك تتقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا لكن أنا ما أراه هو تقويض العمل الصحفي يعني عاوز أتكلم عن أن هناك رد ورد مكفول حقه أو الحق الرد مكفول لكل المؤسسات بما فيها وزارة الداخلية وأن وزارة الداخلية لم تستخدم هذا الحق ولم ترسل للصحيفة أي ردود بشكل كامل أتكلم برضو عن الوقائع الموجودة في المصر يوم هي وقائع حدثت بالفعل وليس اختلاق أو افتعال تم عمله لأننا نعلم جيدا العمل الصحفي وهي جريدة مهنية وهي جريدة وقفت أيام صورة 25 يناير و30 يونيو مع الوطن والمواطنين ضد الاتجاهات التخريبية طيب بس هي الفكرة أستاذ أبسعوب هل يمكننا الاعتراف بأن هناك صحافة معارضة وأن هذه الصحافة المعارضة لها دور في مراقبة الجهات التنفيذية للدولة ومن هنا يمكننا القول إذا ما كان بيان النقابة يتهم الداخلية بأنها تستهدف صحافة المعارضة الصحافة التي تلقي عليها الضوء ولا هو الاستدافة للصحافة بشكل عام يعني قلنا نتكلم في أشياء محددة هي الصحافة المعارضة هي صحيفة المصر يوم يعني قلنا نتكلم على وقاعة المصر يوم بالتحديد هي صحيفة معارضة لماذا يردون أن تبقى صحيفة المصر يوم دائما يعني في صف غير معارض وعندما تتحدث عن وقائع يعني حقاقية وقعت بالفعل من تجاوزات بعض الرجال الشرطة يتحدث زميل في الوقت الحالي أنها أصبحت ضد الوطن وضد العمل الوطني وأنها صحيفة خاصة لها أجندات خارجية إلى آخره يعني صحيفة المصر يوم كانت وما زالت تقدم يعني المواد الصحفية تتماشى مع الوطن وتتماشى مع السياسة العامة لحرية الرأي والتعبير في نفس الوقت طيب أستاذ أبو السعود هل حضرتك لديك معلومات أن هناك عدد لأن أنا غير أكيد من المعلومة وبالتالي مصدري في الحصول عليها هو نقابة صحفيين أن هناك عدد من صحفيين النقابة من صحفيين مصري اليوم يحقق معهم في هذه الأثناء هل هناك معلومة بشأن هذا الخبر يعني دعيني أقول لحضرتك أن هناك بالفعل يعني الزميل يسري البدري هناك يعني اعتراض لدى وزارة الداخلية على بعض ما نشر في صحيفة المصر اليوم بقلم الزميل يسري البدري وأن وزارة الداخلية لم ترسل ردا كما أنها تخذت قرار ليس من حقها بمنعه من تقطيط الوزارة أنا أسأل حضرتك إذا كان هناك صحفيين من المصر اليوم يجري التحقيق معهم من بينهم الصحفي الوارد في تقرير الأستاذ مصطفى مخلوف تقصدين حاليا؟ معلومة الآن هل يجري التحقيق مع هذا الصحفي ولا لا؟ لم يجري تحقيقا حاليا يعني لجت جهات نيابة أو جهات هذا هو سؤالي أو أمام جريدته يعني هو تحقيق داخلي أو تحقيق أمام مزارة الداخلية أمام النيابة العامة أقصد الحقيقة أن النيابة العامة طلبت من نقابة الصحفيين مسؤول الزملاء أمامها نعم ولا يعقل أن يتم التحقيق بشكل سنائي مع الزملاء ربما يحدث تحقيق في المصر اليوم لكن بعد تحقيق النيابة العامة أو النيابة أمن الدولة العليا طيب مفهوم أستاذ أحمد باشا النيابة أمن الدولة العليا جرت تحقيق أمامها مع رئيس تحرير الصحيفة المصري اليوم أقصد قبل فترة كذلك تم المبادرة من جانب الشرطة بإلقاء القبض على صحفينا في جريدة الدستور في الفترة الأخيرة هذا ما يعطي الرسالة أو يرسل الرسالة بأن هناك استهداف من الداخلية للصحفيين المصريين خاصة الذين يعملون على كشف انتهاكات ما دور الصحافة ما دور الصحافة حتى في روزا ليوسف وغيره من الصحفيين المصريين أو الهيئات الصحفية المصرية العريق المؤكد أن الصحافة المصرية صحافة ذات تاريخ في المنطقة وأنها عين على الحاكم والمحكومين على السواء وأنها تبحث عن الثغرات والسلبيات لإظهارها كما تبحث عن الإيجابيات وكشف كل المعطيات المناهضة للدولة المصرية بأي حال من الأحوال لكن حاليني أضأقك لحضرتك بعض المعلومات فيما يخص الواقع الخاصة بالقبض على أحد الصحفيين المنتسبين لجارية الدستور هو لم يكن صحفيا بالأساس وليس مقيدا في نقابة الصحفيين تم القبض عليه بتهم تخص أحكام صادرة ضده وتم ضبطه في الشارع وكان يحمل سلاحا وصادر ضده أحكام وليس له من الأساس ألاقى بالصحافة ولكن أربما ده يردنا الموضوع فوضى العمل الصحفي في مصر أما جريدة المصر اليوم وهي ليست جريدة معارضة بالأساس أتصور أن الزميل كان لابد أن يسميها بدقةها أنها جريدة مستقلة أو هكذا نحسبها أنها مستقلة وليست جريدة معارضة لأنها لا تعبر عن أحد الأحزاب المعارضة في مصر وأما أنها جريدة مستقلة أتصور أن هذه الجريدة في هذا التوقيت والهاشتاج الذي صدر أمس بمقاطعة جريدة المصر اليوم وحصل على تريند الأول على تويتر ربما ده يعطي انطباع كيف الرأي العام في مصر ينظر إلى الجريدة ومنهجيتها وتوقيت التصدي لهذا الملف بالأساس ما هو السؤال يا أستاذ أحمد السؤال هو هل هذه الهاشتاج هل هناك حملة لتشويه الجهات المعارضة الصحفية وبالتالي تلقى رواجا يدفع الرأي العام باتجاه كراهية هذه الجهات ومهاجمته ومن قال أن جريدة المصري اليوم جريدة معارضة سيدتي جريدة المصري اليوم يملك عدد من رجال الأعمال المصريين بعضهم وأشهرهم رجل الأعمال صلاح دياب أشهر من يطبع مع إسرائيل وأتصور أن الجريدة لا تستطيع القوض في ملف التطبيع مع إسرائيل ولازالت علاقاته مع الإسرائيل في الزراعات واستثماراته الخاصة بالزراعة قائمة حتى اللحظة مع الكيان الإسرائيلي ولا يستطيع الزميل أو الزملاء في المصر اليوم التصدي أو الخوضة في هذا الملف أو حتى في ملف التعديات على مهر النيل الذي هو متورد فيه عدد من رجال الأعمال المالكين للصحيفة خلينا نسمي الأمور أن هذه الهجمة على مؤسسات الدولة الهدف منها العودة بنا لأجواء 25 يناير وقصر جهاز الشرطة الذي بدأ يتعافى وتصور أن الرأي العام عبر عن رأيه بشكل أو بآخر في الهاشتاج الذي حتى اللحظة يتصدر بشكل كبير جدا تريند التويتر بمقاطعة الصحيفة وتصور أن الرأي العام في مصر يرى بأم عينيه التضحيات التي تقدم هناك أكثر من 600 شهيد قدمتهم وزارة الداخلية بخلاف الشهدات من الجيش أنا حديثي هو عن الصحافة وعن نور الداخلية من الصحافة أداء لدعم الدولة وأداء للحفاظ على المجتمع وليس أدن المجتمع أنا أريد أن أعود بتعليق على ذلك من الأستاذ أبو السعود الصحافة أداء لدعم الدولة أستاذ أبو السعود هل من تعقيم؟ حضرتك بتوجهين؟ طبعا الصحافة هي أداء لدعم الدولة وليست أداء لدعم نظام بعينه أو مؤسسة بعينها الزميل يغالط في بعض الكلام الذي يتحدث فيه أنا وقتي بالفعل كان أدراكني بس أردت الحصول من حضرتك على رد فعل حضرتك ترى أن الصحافة أداء لدعم الدولة وليس لنظام بعينه أنا أريد أن أضح لحضرتك لأنه ما يتحدث عنه الزميل من بعض القضايا مثل التطبيع وغيرها ليس مجال الحديث وإنما هو منهج تتبعه وزارة الداخلية في كسر خصومها دائماً وهذا ما شهدته خلال تحقيقات أمس عندما طلب رئيس تحرير الدستور للتحقيق في قضية نشر بحثوا وهذا ما تعرض له الزميل الذي قبض عليه في الشارع هو يعلم الزميل أحمد أن هناك زمل تحت التمرين أو تحت التدريب يعملون بالعمل الصحفي لحين حصولهم على القيد بالنقابة وأن وزارة الداخلية لا تسمح ولا تقبل أي زميل يقوم بتقطيط المصدر كوزارة الداخلية أو أقسام شرطة إلا بعد معرفة كل شيء عن الزميل وعن القضايا التي قد يكون قد ارتكبها في الماضي نعم أستاذ أبو سعود محمد عضو مجلس نقابة صحفينا المصريين شكراً جزيلاً لحضرتك وكذلك الشكر لأستاذ أحمد باشا نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف شكراً لحضراتكما وكنت أتمنى أن ينضم إلينا اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية وعدنا ولكن للأسف لم نتمكن من الوصول إليه كان سيطري هذا الحوار بالتأكيد شكراً جزيلاً لكم جميعاً موسيقى ... اشتركوا في القناة